اهلا بكم اعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث الاعدادي مع درس جديد من دروس اللغة العربية درسنا اليوم بعنوان سميرة موسى الجزء الاول من الدرس بعنوان نشأة سميرة موسى تعالوا لكده نقف شوي ونتكلم عن موضوع يخص سميرة موسى قبل ما ندخل في تفاصيل الدرس سميرة موسى هي عالمة مصرية وتعتبر من انبغ العلماء الذين انجبتهم مصر سميرة موسى الشيء اللي هي كانت بتشتغل عليه والعلم اللي هي كانت مركزة فيه هو علم الزرة تب هتستخدم الزرة في ايه؟ في علاج مرض السرطان يبقى احنا هنعرف النهاردة بعض المعلومات عن سميرة موسى من اول النشأة حتى تكريم سميرة موسى وهنعرف لي كمان فقرت في علاج مرض السرطان فالجزء الاول بعنوان نشأة سميرة موسى ولدت سميرة موسى عام 1917 ميلاديا بقرية سيمبو التابعة لمركز زفته بمحافظة الغربية وطلقت تعليمها الاولي بكتاب القرية حيث اتمت حفظ القرآن الكريم وظهر نبوغها في المدرسة الاولية بالقرية وبدأ حبها شديد للعلم والمعرفة ورغبتها في الكشف عن الغوامض وادركت سميرة موسى ان العلم هو الهدف والرسالة والحياة فاتخذت قرارها مبكرا العلم اولى من كل شيء واي شيء ثم انتقلت سميرة موسى مع اسرتها الى القاهرة حيث اتمت تعليمها الثانوي واصرت على دخول الجامعة وامام اسرارها وافق والدها على قرارها طيب بعد ما قرأنا القطعة تعالوا نبدأ باللغويات وطلقت يعني لما اقول انا اطلق تعليمي في المدرسة اذا معنا كلمة طلقت يعني اخذت وتلقنت وظهر نبوغها عند طالب في الفصل فبقول ده طالب نابغ او عنده نبوغ نبوغها يعني براعتها واجادتها مضدها تأخرها في المدرسة الاولية كلمة الاولية المراد بها المدرسة الابتدائية وبدأ حبها الشديد للعلم بدأ انا شفت حد كده فرحان فبقول له ايه يبدو عليك السعيدة اذا بدأ معناها ظهر ومضدها اختفى ورغبتها في الكشف عن الغوامض احنا لما يكون في حاجة بالنسبة لنا مش واضحة بنسميها ايه بنسميها غوامض اذا الغوامض معناها الامور الخفية الامور المش واضحة ومفردها الغوامض وادركت سامير موسى ادركت ادركت معناها فهمت وعرفت ومضدها جهلت العلم اولى يعني عندما اقول المذاقرة اولى من كل شيء اذا معناها احق واهم ثم انتقلت سامير موسى مع اسرتها الى القاهرة حيث اتمت اتمت تعليمها الثانوي اتمت معناها اكملت تعليمها الثانوي طيب بعد ما قرأنا القطعة وعرضنا اللغويات ننتقل الى الشرح قلنا الفكرة الاولى كانت بعنوان ايه نشأت سامير موسى نشأت فين وايه قصتها وايه حكايتها ولدت سامير موسى عام 1917 اذا المولد كان عام كام 1917 ميلاديا البنت دي كانت عيشة في قرية القرية كان اسمها قرية سيمبو القرية تابعة لمركز المركز اسمه مركز زفتة بمحافظة الغربية يبا احنا كده عرفنا المكان وعرفنا الزمان سامير موسى زيها زي اي طالب في السن ده او في المرحلة دي طلقت تعليمها الاولية بكتاب القرية كلهم زمان كانوا يتعلموا في كتاب القرية الكتاب الكتاب اللي هو المكان اللي احنا بنحفظ فيه القرآن الكريم وبالفعل سامير موسى اتمت حفظ القرآن الكريم بعد كده انتقلت للمدرسة الابتدائية وكل المدرسة كانت بتتكلم عن تفوقها بعد كده سامير موسى بدأ المدرسين نفسهم يلاحظوا انها عندها حب شديد للعلم والمعرفة ورغبتها في الكشفة عن الغوامض عشان لما يجلنا سؤال في الامتحان ويقول ماذا بدأ على سامير موسى نقول بدأ عليها حب الشديد للعلم والمعرفة والرغبة في الكشفة عن الغوامض دايما بتحب انها تبحث عن اي شيء مش واضح ومش ظاهر سامير موسى بعد كده ادراقت ان العلم هو الهدف والرسالة والحيام احنا بنتكلم في عام 1917 يعني فترة كان كل الجيل اللي في سنها ما بيفكرش في العلم سامير موسى كانت من البنات اللي هي بتحب تفكر في العلم جدا عشان كده ادركت هو ان العلم هو الهدف والرسالة والحياة فممكن يجلسوا ان في الامتحان ماذا ادركت سامير موسى عرفت ايه سامير موسى ان العلم بالنسبة لها هو هدفها في الحياة وهو الرسالة وهو حياتها ما تقدرش تعيش بدون علم عشان كده ايه اللي حصل خدت قرارها بدري جدا وقالت ان العلم ده اهم من كل حاجة في الدنيا فاللي حصل انها انتقلت مع اسرتها الى القاهرة وفي القاهرة اتمت تعليمها السنوي اذا معنا كده طول ما كانت هي بمحافظة الغربية بقرية سيمبو هي كانت في المرحلة الاعدادية ثم انتقلت الى القاهرة لكي تتم تعليمها الثانوي طبعا سامير موسى كانت عايزة تكمل دراستها لغاية لما توصل للجامعة واعلم للجامعة كمان فاصرت على دخول الجامعة اصرت على مين اصرت على والدها وطبعا والد سامير موسى امام اسرارها وافق على قرار دخول الجامعة يبا احنا كده اتكلمنا عن نشأة سامير موسى ننتقل الى الاسئلة المقالية عن الفكرة السؤال الاول بيقول متى ولدت سامير موسى واين متى بتسأل عن الزمن فنقول عام 1917 ميلاديا اين عن المكان يبقى المكان فين بقرية سيمبو التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية لازم كل الجملة تتكتب القرية والمركز والمحافظة سؤال الثاني كانت سامير موسى طفلة غير عادية وضح كانت غير عادية ليه لان ظهر عليها حاجات ما كانتش موجودة في الجيل اللي في سنها فنقول اتمت حفظ القرآن الكريم بكتاب القرية سن صغير جدا وحفظت في القرآن الكريم ظهر نبوغها في المدرسة الابتدائية بالقرية الحاجة الثالثة كانت عندها رغبة في الكشف عن الغوام طبعا نتعتبر مش موجودة عند اغلب الايه الطلاب او الاطفال اللي في سنها سؤال الثالث ماذا ادركت سامير موسى منذ الصغر اللي عرفته وكانت متأكدة منه ادركت ان العلم بالنسبة لها هو الهدف والرسالة والحياة تاني حاجة برضو ادركتها العلم اولى من كل شيء يعني احقه اهم من كل شيء واي شيء اين اتمت سامير موسى تعليمها الثانوي رحت فين لما رحت تعلم التعليم الثانوي اتمت سامير موسى تعليمها الثانوي بالقاهرة سؤال الخامس كان لوالد سامير موسى دور في مسيرتها العلمية وضح ذلك كان ممكن والد سامير موسى يقول لها ايه مش هتكمل يا تعليم اخرك المدرسة الابتدائية او الاعدادية زي ما كان بيحصل في الوقت ده من الايه من الزمن لكن الا حصل هو كان ساعدها ولا خلاص هتخليك ايه تكمل دراستك الجامعية والسانوية اذا حيث وافق والدها على قرارها عندما اصرت على دخول الجامعة ننتقل الى فكرة جديدة من الدرس التحقت سامير موسى بكلية العلوم جامعة القاهرة فكانت الاولى في جميع سنوات الدراسة ثم حصلت على درجة الماجستير وبعدها غادرت سامير موسى مصر الى انجلترا في بعثة علمية للحصول على درجة الدكتورو ثم حصلت عليها في مدة 17 شهرا فقط وتابعت دراستها من اجل الاستخدام السلم للذرة في مكافحة مرض السرطان خاصة بعد ان دخلت امها في صراع طويل مع هذا المرض وعادت بعد انتهاء مدة البعثة الى مصر ثم حصلت الدكتورة سامير موسى على منحة دراسية للولايات المتحدة الامريكية عام 1951 ميلاديا لدراسة الظرة بجامعة كاليفورنيا تعالوا نشوف بقية نشأة سامير موسى ومصرتها العلمية التحقت سامير موسى بكلية العلوم جامعة القاهرة ايه خلاص دخلت الجامعة فالتحقت بكلية العلوم جامعة القاهرة ادي اول حاجه الحاجه yang تانية سامير موسى كانت جميع سنوات الدراسه اللي كانت فيها بتطلع الاولى ثم حصلت على دراجة الماجستير يعني بعد ما خلاصت الجامعة في حاجة اسمها الدراست العليا ايه هي اول حاجه فيها الماجستير حصلت على درجة الماجستير بعد كده طبعا ساميرا موسى كان ظاهر عليها أنها بنت شطرة ومتفوقة جدا فإيه اللي حصل خدوها في بعثة علمية لدراسة الظرة بجامعة كاليفورنيا طيب بعد ما قرأنا القطعة ننتقل إلى اللغويات التحقت أنا ألتحك بالجامعة معنى التحقت انضمت ومضدها انفصلت وبعدها غادرت ساميرا موسى مصر إلى إنجلترا في بعثة علمية بعثة معناها هيئة بترسل في عمل معين في فرق بين بعثة زي بعثة الرسول في فرق بين بعثة أي حد بيروح يرسل في عمل معين مجموعة كده بنسميها بعثة جمع بعثة بعثات طيب بعد كده للذرة في مكافحة نحن نكافح الأمراض معنى نكافح يعني نقاوم مضدها استسلام بعد أن دخلت أمها في صراع طويل هناك صراع بين الايه بين الأعداء إذن معنى صراع يعني قتال والمراد بها عناء ومشقة جمع صراع صراعات بعد ما عرضنا اللغويات ننتقل إلى الشرح ساميرا موسى التحقت بكلية العلوم جامعة القاهرة إذن هي كده تعلمت فين في كلية العلوم اللي حصل بعد كده كانت البنت دي ممتازة جدا في جميع سنوات الدرس يعني كانت كل سنة بتطلع الأولى بعد ما خلصت سنوات الدرسة بكلية العلوم انتقلت إلى درجة الماجستير يعني لرسة الماجستير وحصلت على درجة الماجستير اللي حصل بعد كده كان في الفترة دي كان في تبادل أو كان إنجلترا بتاخد العلماء والناس المتفوقة من مصر فكانت مين من ضمنهم ساميرا موسى فبعد حصول ساميرا موسى على درجة الماجستير عشان دي ممكن تلغبطنا في الامتحان هي سفرت إنجلترا إمتى لما حصلت على درجة الماجستير غادرت مصر وذهبت إلى إنجلترا ليه؟ جيل السؤال ليه؟ راحت في بعثة علمية للحصول على درجة الدكتوراه إذن هي حصلت على الدكتوراه من مصر ولا من إنجلترا؟ من إنجلترا الناس كلها عارفة أن الدكتوراه دي بتعود فترة كبيرة بتعود سنين عشان تتاخد ممكن ثلاثة واربع سنين وقتر من كده كمان ساميرا موسى حصلت على درجة الدكتوراه في 17 شهر إنتم متخيلين؟ مدة صغيرة جدا ده دليل على النبوغ ساميرا موسى وتفوقها بعد كده إذن حصل؟ أكملت ساميرا موسى الدراسة بتاعتها من أجل الاستخدام السلم للذرة في مكافحة مرض السرطان يعني إيه؟ إيه معنى الجملة دي؟ ساميرا موسى خلاص إحنا عرفينها خارجة كلية العلوم جامعة القاهرة قالت إن أنا عايزة أستخدم الظرة دي لشيء كويس لشيء سلمي إيه هو الشيء السلمي ده؟ إن إحنا نكافح مرض السرطان باستخدام الظرة فعشان كده كانت دراستها كلها بخصوص الجزئية دي إيه اللي خلاها تفكر في الموضوع ده بالذات؟ إن هي تعالج مرض السرطان بالذات عشان خطر والدتها كانت عانت وكان جالها تعب اللي هو طبعا تعب إيه؟ تعب مرض السرطان فقعدت في الموضوع ده فترة كبيرة جدا قعدت في المرض فترة كبيرة جدا غاية لما توفيت فهي فكرت إنها تعالج المرضى لما مرضى السرطان بسبب دخول والدتها في صراع ما هذا المرض بعد ما حصلت ساميرا موسى على درجة الدكتوراه من إنجلترا ذهبت إلى منحة دراسية للولايات المتحدة الأمريكية يعني منحة دراسية إنها تكمل دراستها هناك كان الكلام ده عام 1951 ميلاديا ودرست الزرة بجامعة كاليفورنيا يبا إحنا كده تكلمنا عن مسيرة ساميرا موسى العلمية ننتقل لأسئلة المقالية السؤال الأول بيقول اذكر مظاهر تفوق ساميرا موسى في مسيرتها الجامعية حصولها على هي حصلت عليه ساميرا موسى واحد المركز الأول في جميع سنوات الدراسة بكلية العلوم كانت جامعة القاهرة الحاجة الثانية درجة الماجستير الحاجة الثالثة حصولها على درجة الدكتوراه في إنجلترا في 17 شهرا فقط حصولها على منحة دراسية للولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الزرة بجامعة كاليفورنيا سؤال الثاني ما المجال الذي تبعت فيه ساميرا موسى دراستها ولماذا هي كانت مركزة دراستها على إيه الاستخدام السلمي للذرة في مكافحة مرض السرطون ليه؟ لأن أمها دخلت في صراع وعناء ومشاق طويل مع هذا المرض وأذهلت العالم كله بنتائج أبحاثها في مجال الذرة وبخاصة في الأوساط العلمية في أمريكا وأوروبا وكانت تأمل أن تسخر علومها في الظرة لخير البشرية وليس لهدمها فدعت إلى عقد مؤتمر دولي بكلية العلوم تحت شعار الظرة من أجل السلام حيث شارك فيه كبار العلماء من شتى بقاع الأرض ذهبت ساميرا إلى أمريكا لاستكمال أبحاثها ولتعريف الشعب الأمريكي بقضية بلادها وواصلت أبحاثها في الظرة وتبادلت الأفكار مع الأساتذة في الجامعات واتطلعت على أحدث ما وصلت إليه أبحاث الظرة هناك وفي أغسطس عام 1952 ميلاديا أعلنت إحدى الصحف المصرية نبأ وفاة الدكتورة ساميرا موسى حيث هوت سيارتها فجأة من قمة جبل وماتت وأذهلت العالم شفت موقف جميل فقلت الموقف ده أذهلني أذهلني يعني أذهشني فأذهلت أذهشت وبخاصة في الأوساط العلمية الأوساط معناها البيئات مفردها الوسط وكانت تأمل أن تسخر علومها تسخر علومها معناها تهيئ يعني تستخدم هذه العلوم لشيء معين حيث شارك فيه كبار العلماء من شتاه شتة بقاع الأرض معناها مختلف مفرد كلمة شتة شتيت ذهبت ساميرا إلى أمريكا لاستكمال استكمال معناها مواصلة ومضدها انقطاعا وواصلت أبحاثها في الظرة وتبادلت تبادلت معناها تناقلت مع الأساتذة في الجامعات واتطلعت على أحدث ما وصلت إليه اطلعت معناها قرأت وتعرفت أعلنت إحدى الصحف المصرية نبأ نبأ معناها خبر وجمع كلمة نبأ أنباء حيث هوت هوت سيارتها معناها سقطت سيارتها بعد ما عرضنا اللغويات ننتقل إلى الشرح ساميرا موسى العالم كله كان عنده اندهاج بنتائج بحثها في مجال الظرة ده إن دل دل على عبقارية ساميرا موسى تم من أكتر ناس كانوا مبهورين بالشيء ده الأوساط العلمية اللي كانت موجودة البئات العلمية اللي كانت موجودة في أمريكا وأوروبا العلماء ساميرا موسى كان لديها حلم إنها تستخدم الطاقة الزرية في الخير وليس في الشر فعملت إيه عشان تثبت الفكرة اللي هي عندها دي دعت إلى عقد مؤتمر دولي دولي يعني دولة اللي عالم كلها تيجي فيه بكلية العلوم والكلية اللي هي تخرجت منها كان تحت شعار المؤتمر ده الظرة من أجل السلام يعني إحنا عايزين نستخدم الظرة لكن من أجل الإيه السلام المؤتمر ده شارك فيه كبار العلماء من مختلف بقاع الأرض من كل مكان في الأرض بعد كده رجعت ساميرا موسى ثاني لاستكمال أبحاثها فين؟ في أمريكا إذن ساميرا موسى عندما ذهبت إلى أمريكا لعدة أسباب أول سبب منها أنها تستكمل أبحاث السبب الثاني أنها تعرف في الشعب الأمريكي بمصر وبقضايا مصر طيب الحاجة الثالثة وصلت أبحاثها في الزره وإيه ما حصل كمان في الفترة دي لما كانت في أمريكا؟ تبادلت الأفكار إحنا طبعا علماء مع بعضنا فبنقعد إيه اللي يحصل؟ بنتناقل الأفكار مع بعضنا نتعلم من بعض ده اللي عملته ساميرا موسى ليك تبادلت الأفكار مع الأساتذة في الجامعات وساميرا موسى وهي في أمريكا كانت بتقرأ وتتعرف على كل شيء جديد وصلت إليه أبحاث الزرة في أمريكا جينا في أغسطس عام 1952 أعلنت الصحف المصرية نبأ وفاة الدكتورة ساميرا موسى إيه اللي حصل؟ ساميرا موسى ماتت إزاي؟ السيارة بتاعتها وقعت من فوق قمة جبل وماتت رحم الله العالمة الجليلة ساميرا موسى ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة المقالية السؤال الأول بيقول ما المجال الذي تبعت ساميرا موسى في دراستها؟ ساميرا موسى تبعت دراستها في مجال إيه؟ الاستخدام السلم للذرة في مكافحة مرض السرطان السؤال الثاني بيقول ربا ضرات النافعة دلل على هذه العبارة من قصة ساميرا موسى هممكن يكون بالنسبة لنا سؤال مش واضح إيه الضرة النافعة اللي نفعت ساميرا موسى أنا حاجة كانت ضرة وفي نفس الوقت نفعتها فكروا كده شوية الحاجة دي إن والدتها دخلت في صراع طويل مع مرض السرطان ده شيء ضار ده شيء يعني سبب قلم لساميرا موسى فعشان كده نفحف إيه؟ إن ساميرا موسى فكرت إنها تستخدم الظرة في علاج مرض السرطان السؤال الثالث بما أذهلت ساميرا موسى العالم كله العالم كله كان منتهج من إيه؟ أذهلت العالم كله بنتائج أبحاثها في الظرة وبخاصة في الأوساط العلمية في أمريكا وأوروبا نركز على الجزء دول سؤال الرابع ماذا كانت ساميرا موسى تأمل؟ إيه الحلم اللي كان عند ساميرا موسى؟ إنها تسخر علومها في الظرة لخير البشرية يعني لعلاج مرض السرطان سؤال الخامس أين عقد المؤتمر الدولي الذي دعت إليه ساميرا موسى؟ وما شعاره ومن شارك فيه؟ معنى كده بنتكلم في كام سؤال ثلاث أسئلة عقد بكلية العلوم جامعة القاهرة ما شعاره الظرة من أجل السلام؟ من اللي شارك في المؤتمر ده؟ شارك فيه كبار العلماء من مختلف بقاع الأرض سؤال السادس علل صفر ساميرا موسى إلى أمريكا للمرة الثانية لاستكمال أبحاثها في مجال الظرة إيه كمان لتعريف الشعب الأمريكي بقضية بلادها إيه تاني لتبادل الأفكار مع الأساتذة في الجامعات حاجة الرابعة للإطلاع على أحدث ما وصلت إليها أبحاث الظرة هناك بقى كم حاجة عندنا؟ أربع حاجات سؤال السابع متى توفيت ساميرا موسى وكيف توفيت ساميرا موسى في أغسطس عام 1952 كيف سقطت سيارتها من قمة ديول وماتت؟ سؤال الثامن ما رأيك؟ سؤال ده ليه نحن سؤال كده مفتوح يعني جبته حسب رأي كل واحد فينا ما رأيك في هجرة العقول المصرية إلى الخارج؟ أنتوا مع الموضوع ده ولا ضده؟ أنا رأيي الشخصي لابد من إبقاء العقول المصرية داخل بلدنا مصر إحنا أولى بيها ليه؟ عشان يفيدوا الوطن بكل العلوم ويرتقوا به ماذا تقترح لجذب العقول المصرية المهاجرة؟ الناس اللي هي بتهاجر وتمشي طب إحنا إزاي نجذبها تاني ونرجحها مرة أخرى؟ أقترح توفير كافة الوسائل نوفر لهم كل حاجة كل شيء للعقول المصرية دي داخل الوطن وكل حاجة هم بيحتاجينها في الأبحاث العلمية تكون موجودة عشان هي دي اللي بتساعدهم على المزيد من الإبداع والابتكار ننتقل بعد ذلك إلى آخر فقرة في الدرس ولم تنس مصر ابنتها العظيمة فقد قامت بتكريمها عندما منح الرئيس الروحي المحمد أنور السادات اسمها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1981 ميلاديا وأطلق اسمها على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم بقريتها وتقرر إنشاء قصر ثقافة يحمل اسمها في قريتها عام 1998 ميلاديا فقد قامت بتكريمها عندما منح الرئيس محمد أنور السادات اسمها وسام كتير جدا بنسمع كلمة وسام وسام معناها ما يعلق على صدر من أحسن عملا يبقى الوسام عامل زي المدالية شفتوا ما بيحصل مباريات وبيحصل في حد ياخد المركز الأول والتاني والتالت هيا دي المداليات بس طبعا ده وسام يخص العلوم والفنون جمع وسام أو سمة وأطلق اسمها على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم بقريتها وتقرر إنشاء قصر قصر جمعها كصور جميل جدا ننتقل بعد ذلك إلى الشرح ساميرا موسى توفيت عام 1952 على الرغم من أن ساميرا موسى توفيت عام 1952 إلا أنها فضلت في ذاكرة المصريين ودلل على كده أن احنا قرمناها حتى بعد وفاتها إزاي؟ أول حاجة الرئيس الراحل محمد أنور السادات منح اسم ساميرا موسى طبعا أكيد مش هيمنحها منح اسمها وسام اسمه وسام العلوم والفنون لأنها كانت علمة من الطبقة الأولى يعني ده يعتبر أعلى وسام في الشئ ده كان الكلام ده كان إمتى؟ عام 1981 ميلاديا أدي أول حاجة الحاجة الثانية اسم ساميرا موسى أطلقه على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم في قريتها اللي هي قرية سيمبو الحاجة الثالثة تقرر إنشاء قصر ثقافة قصر ثقافة يعني مكان بنقعد نتعلم فيه نقرأ فيه نتبادل آراء يعني حاجات جميلة جدا إيه اللي حصل فيها؟ تقرر إنشاء قصر ثقافة يحمل اسم ساميرا موسى برض القصر ده موجود في قرية ساميرا موسى كان إمتى؟ عام 1998 إذن أول ما يجي لسؤال في الامتحان لم تنسى مصر ابنتها العظيمة وابضح ذلك لازم نكتب كم حاجة؟ ثلاث حاجات تعالوا كده نشوف الأسئلة المقالية سؤال الأول بيقول كيف قرمت مصر ابنتها الدكتورة ساميرا موسى؟ أول حاجة منح الرئيس محمد أنور السادات اسم ساميرا موسى نركز محدش يقول ساميرا موسى اسمها وسام اسمه العلوم والفنون من الطبقة الأولى كان عام 1981 حاجة الثانية أطلق اسم ساميرا موسى على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم بقريتها نركز على كلمة بقريتها الحاجة الثالثة أنشئ قصر ثقافة يحمل اسم ساميرا موسى كان عام 1998 اذكر الصفات التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم من خلال تعرفك على صفات ساميرا موسى هو إحنا بندرد درس ساميرا موسى ليه؟ عشان أكيد في حاجات هنتعلمها من صفات ساميرا موسى ايه الصفات دي حب العلم والمعرفة أي طالب علم لازم يكون عنده الصفات دي حب العلم والمعرفة الكشف عن الغوامض العزيمة والإصرار مفيش حد بينجح لما يكون عنده عزيمة وإصرار على تحقيق أي هدف يخصه سؤال الثالث العلم وسلاح ذو حدين يعني كلمة سلاح ذو حدين يعني في حاجة شر وفي حاجة خير إزاي؟ إزاي العلم ممكن يكون سلاح ذو حدين؟ قد يستخدم لخير البشرية إن إحنا نستخدم الظرر في مكافحة مرض السرطان زي الدرس اللي خصينا النهاردة طب ممكن كمان نستخدم العلم ده للضرر إن إحنا نستخدم الظرر في الحروب والضمار زي الحرب النبوية سؤال الرابع علل دراستك لشخصيات مصرية مهمة مثل شخصية الدكتورة ساميرا موسى إحنا ليه بندرس شخصيات دي عشان أتعلم منها أقتضي بيها أشوفها دي إيه هي تعبت وجهدت بس في الآخر ربنا وفقها أسير على نفس الطريق اللي هما كانوا يمشيين عليه أتحلى بالصبر اللي كان عندهم واللي علمي يحتاج لصبر محدش فينا يفتكر إن هو لو ذكر شوية هينجح لازم كلها نتعب فأساهم في الارتقاء بوطني سؤال الخامس ما رأيك في تعليم المرأة ودورها في المجتمع؟ إيه رأيكم إن إحنا نعلم المرأة ولا لا؟ طبعا أرى أن تعليم المرأة لا غنى عنه ما يفعش إن إحنا نستغنى عن تعليم المرأة وهي تعتبر عضو فاعل في المجتمع أنا ممكن دلوقتي يبقى عند المدرسة وعند المعلمة وعند الطبيبة وعند المهندسة عندنا كل حاجة في المجتمع لازم تكون المرأة موجودة فيها كما أن المرأة المتعلمة هي دي الأحق بأنها تؤدي وظائفها على أكمل وجه لأنها فهمة التعليم يعني التعليم يعني ثقافة فهم ودي كمان اللي بتعرف تربي أولادها لأنها بتكون مثقافة وفهمة وبتكون قارئة وعلمة وبكده أعزائي نكون انتهينا من درس سميرة موسى وألقاكم مع درس جديد إلى اللقاء